اشتركوا في القناة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي صحة وسعادة أسعد الله وقاتكم مستمعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي يعني مو بالشراكة برعاية دكتور نيوترشن إذن في هذا البرنامج يعني قبل لا أقولكم أن هذا البرنامج ورقام التواصل عندنا خلوني يعني أتوجه بالتهنئة لإذاعتنا الجميلة جدا هذه الإذاعة التي أكملت اليوم 11 سنة من العطاء من العطاء المتواصل في تقديم الإعلام الهادف الإعلام الاجتماعي الهادف والذي يسعى أو تسعى إدارة القناة إلى توصيل يعني منتج إعلامي جميل في هذا الكم الكبير من الإعلام الغير ما بقول الغير جيدة يعني الغير هادف واللي ما عنده أصلا رؤية ولكن هنا في نور دبي اللهم لك الحمد نقدم هذا الإعلام برؤية تنبع من ديننا تنبع من عاداتنا تنبع من تقاليدنا تنبع من كل شيء يمثل الهوية الإماراتية السليمة فحياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج مثل ما قلنا يعني حلقة التواصل بين هيئة الصحة بدبي مع جمهور المتعاملين فلي عنده أي ملاحظة عنده أي اقتراح عنده أي شغلة ممكن أنها تساهم في تطوير العمل في المجال الصحي سواء في عيادات ومراكز الهيئة الصحية أو مستشفياتنا التابعة لهيئة الصحة بدبي أو حتى المستشفيات أو القطاع الصحي في إمارة دبي وحتى كذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة ممكن تواصل حتى مع الزملاء في وزارة الصحة كذلك هما متعاونين معانا جدا في هذا البرنامج وهذه تحية نوجهها للعاملين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع فنحن فريق واحد نسعى إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة إذن قبل أن ندخل في خبر اليوم عندنا بتكون معانا لخة أسمى الجناحي صبحت الله بالخير أسمى صبحت الله بالنور صورة يحنون اليوم يعني يوم مليء بالإيجابية مليء بالطاقة الجميلة اليوم نحن نحتفل بهدعشر سنة على نور دبي كذلك كإذاعة من دون نشأة هذه الإذاعة طبعا الساعة الخمس العصر بيكون هو الاحتفال الرئيسي بانطلاقة هذه القناة ما أدري ابنوا البرنامج اللي عندنا نمر ساعة خمس ليكون كفاح لا حول مع كفاح الكعبي اليوم من نحتفل الظاهر عموما أسمع والآن أذكر أول مرة سمعت فيها الإذاعة الله كان شعور جميل الصراحة يعني صاحك الزعدي في الجامعة يا سلام نزيل أسمى خبرينا شو اللي عندنا في السوشال ميديا اليوم اللي عندنا في السوشال ميديا بس أنه أمس كان ينصادف اليوم العالمي لثلاثيمية من ضمن النشرات اللي نحن حطيناها النشرات التوعية عن الثلاثيمية كيف يصير شو أسبابها وشو معنى الثلاثيمية نعم هذا بيحصونا الجماعة في حسابنا على دي اتش اي أندرسكورت في في انستجرام وتويتر وأيضا على اليوتيوب ممتاز غير هذا في إعلان من مركز محيصنة خدمات اللياقة الطبية أنه لن يتم قبول أي معاملة تطبع خارج المركز وعلى المتعاملين أنه يطبعون أوراق داخل المركز هذا في وين في مركز المحيصنة مركز المحيصنة خدمات اللياقة الطبية للي يبون جدون إقامة وغيرها لن يتم قبول الأوراق تطبع خارج أو من الشركات أو المراكز الطباعة الخارجية لازم تكون كل شيء من داخل المركز ممتاز يعني الآن أي حد عنده أي معاملة في مركز المحيصنة لازم يطبعها داخل المركز اللي هي في مكاتب خاصة للطباعة هناك بتكون لهم يعني الأوراق ما بتنطبع خارج المركز هي صحيح ممتاز جدا غير هذا عندنا أمس كان عندنا فعالية جميلة بين موظفين هيئة الصحة وأصحاب الهمم في نادي دبي لأصحاب الهمم صحيح كان بطوعة جميلة وقالوا بطوعة السلام مع بعض ممتاز الموظفين أيضا المتعاملين من أباءنا ومهاتنا في مركز منطقة الأسرة أيضا كانوا يشاركون بالألعاب الرياضية الموجودة في نادي دبي لأصحاب الهمم وأيضا صادف هذا الشيء في خلصات مجانية ونشرات أو سشارات مجانية لكل اللي كانوا موجودين سواء كانوا من أصحاب الهمم أو من الحضور ممتاز جدا أسمى نحنقلنا اليوم الرسالة الإيجابية مالتنا أحمد أختمها أخذوا برسالتنا لا نعترف بوجود المستحيل في دولة الإمارات وأن أردت أن تحقق ما تتمنى فعليك أن تؤمن بعد موجودها وجلكم بطحة وسعادة يا سلام عليك يا سلام عليك يا أسماء مشكورة جدا على هذه الرسالة اليومية اللي نحن دائما ساعات يومان حصلتش على الهوة يعني نضايق أن ما نسمع صوتك ولا نسمع هذه الرسالة الإيجابية فخليك دائما معانا والله يعينك أنا أدري أحيانا تكونوا تغطين فعاليات تغطين شغلات فما يكون عندك وقت لكن عمومة أسماء الجناحي مسؤولة الإعلام الاجتماعي عندنا في أية الصحة شكرا جزيلا لك إذن مستمعين يقول لكم اليوم ولا قبل الخبر خلنا نذكر بسلامة لأن سلامة دائما ما تسلم عليكم ويقول لكم يا جماعة الخير لا تنسون لا تنسون اللي بيزور مستشفى راشد ولا مركز دبي للأمراض الجلدية أو عيادات المطار أو مركز دبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل أو حتى مركز البرشة الصحي لا تنسوا تيبون معاكم الهوية الإماراتية البطاقة الصحية وأيضا بطاقة التأمين الصحي إن وجدت ها هذه لمرة وحدة لتسجيل بياناتكم وربطها بمشروع سلامة اللي هو مشروع الملف الطبي الإلكتروني الموحد مثل ما قلنا هذا الإجراء لمرة وحدة وهو ضروري للحصول على الخدمات الطبية في الأماكن اللي ذكرتها فعشان تي يا جماعة الخير لا تنسون تسجلون في هذا المشروع بعيد عن سلامة ما ندخل في موضوع إن شاء الله يعني إن شاء الله يهمكم هو خبر يقول العلماء يقترحون علاج السكري بالبرد ها شوية الموضوع غريب ها منمر بس ما أدري هذه العنوان اللي حاطين الصحافة ولكن نقرأ الخبر يقول إن خفض حرارة المنزل درجة واحدة فقط يساعد على تحسين حالة المرضى الذين يعانون من داء السكري من النوع الثاني وقد نشرت أبحاث مجموعة من الخبراء من جامعة ماستر رخت في هولندا تحت شراف البروفيسور فوتير فان ماركن طبعا اسمه الأخير اسم العائلة شوية صعب بس اسم العائلة يقول لختن بيلت لختن بيلت اسمتي المهم هذه الأبحاث نشرت في مجلة بيولدينج ريسيرج اند انفرميشن يقول فان ماركن وزملائه ان الخروج من دائرة درجة الحرارة المثلة داخل المباني اللي هي 21-22 درجة مئوية مفيد للذين يعانون من السمنة والطرابات التمثيل الغذائي لأنه يسرع من عملية التمثيل الغذائي ويعزز استهلاك الطاقة طبعا اظهرت التجارب ان البرودة المعتدلة في المنزل مفيدة لمرضى السكري حيث ان تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار درجة مئوية واحدة على مدى عشرة ايام يؤثر ايجابيا على الجلوكوز ويؤكد الباحثون على ان هذه النتيجة قابلة للمقارنة مع تأثير اكثر عقاقير مرض السكري فعالية هذه الدراسة الحر يسبب الاجهاد ويمكن الاجهاد يؤدي الى ارتفاع السكري هذا تعليق يا نا نزين والله يعني هي الدراسات يعني نحن لما نقول هذه الدراسات ان نقرأها وان تم نشرها في المجلات والصحف العالمية فاذا هي مبنية على بحوث وعلى معلومات عموما نحن بعد الفاصل اليوم عندنا موضوع يعني اتمنى ان يعني تتفاعلوه معاه بشكل كبير انا بحاول ادخل من انستجرام الهيئة وبحاول قدر الامكان اني نكون موجود معاكم حتى كذلك على اقام التواصل اللي هي 600 55 14 14 او عن طريق الرسالة النصية على 400 64 006 النوع الثاني الذي يستخدم ابرت الانسولين عموما فاصل وراجعين عشان نمر اليوم نمر محمد عبد بخريتنا نمر تعرفون بعد اذا واحد يتأخر يفترس ما يعطي هذا مجال فاصل وراجعين ان شاء الله صحة صحة وسعادة صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة اللي كملت 11 سنة اليوم إذاعت نور دبي أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 وأيضا متواصلين معاكم عبر حساب نور دبي في الانستجرام لايف يعد مستمعين مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب التابع لهيئة الصحة بدبي أحد أهم المراكز الطبية التخصصية الرائدة على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام في علاج الأمراض النسائية والعقم ورفع معدلات الإنجاب لدى الراغبين من استفادة من خدمات هذا المركز اللي حقيقة يطبق أفضل البروتوكولات والممارسات العلاجية في مجال الإخصاب طبعا المركز تمكن خلال سنوات قليلة بما يمتلكه من خبرات طبية وتقنيات متطورة من تحقيق إنجازات متعددة في وضع المركز ضمن المراكز المتقدمة المراكز الطبية المتخصصة في هذا المجال مجال العلاج العقم بعد أن تخطط نسبة نجاح هذه العمليات اللي تصير في هذا المركز واللي يجريها بمعدلات عالمية من عرف شو هي المعدلات العالمية من عرف وايد أمور عن هذا الموضوع أيضا من عرف شو خدمات هذا المركز لكن خلوني أعرفكم على ضيوفي واليوم بخليم هم يعرفون بعمارهم أنا ما بسلونه طبعا بداية مع السادة هنا طحوارة فضلي السادة السلام عليكم أولا يسعدني وجودي وحضوري في مثل هالبرنامج الرائد أنا هنا في الطحوارة مديرة مركز دبيل أخصاب وأتمنى أني أكون في الحلقة بشكل فعال أكيد أنت موجودة بشكل فعال فضلي دكتورة حبت أصبح على المستمعين أنا اسمي شادن بدار أخصائية علم الأجنة بمختبر مركز دبي للإخصاب بسم الله الرحمن الرحيم وسعيد أن أكون موجود مع حدودكم النهاردة أنا محمد القليوبي أنا واحد من الاستشاريين في مركز دبي الأمراض النسية والإخصاب دكتور نحن شوي مركز معاك أنت أكثر من الحريم بما أني أنا رجل وأنا متحيز للرجال أكثر من الحريم لا لا نسوله نحن اليوم ما نتكلم عن هذا المركز وعن إنجازاته فالبداية بابتدي معاك أستاذة هنا طحوارة طبعا مدير مركز دبي للأمراض النسية والإخصاب وأيضا هنا نحن نتكلم عن هذا المركز نتكلم عن مركز فيه تقنيات وفيه نوعية من التجهيزات الموجودة على أعلى المستويات فخلينا نتكلم عن هذا المركز أولا المركز بين الأمراض النسائية والإخصاب مركز من الأواء المراكز اللي مفتح في دولة الإمارات العربية المتحدة ويعدل أول تم افتتاحه بناء على تعاون مشترك مع مركز لندن للإخصاب في عام 1991 واستمر على مدى تقريبا ربع قارن حاليا بنكمل 25 سنة من بفتتاحه المقومات نجاح المركز إلى جانب تقولين ربع قرن تي حسن من زمان تي في الهيئة ربع أنا نعم كمت 23 سنة بس طبعا ما في مركز الأخصاب ويشرفني أني أرجع أشتغل مع تيم اللي اشتغلت فيه أول ما تعينت في الهيئة بالنسبة لمقومات مركز الأخصاب دايما العميل يقيمنا بناء على نتائجنا ونحن حرصنا على أنه نبذل جهد كبير من خلال الطاقم الطبي والفني والممارسات الحديدة ونرفع نسب نجاح الحمل والتدرج هذا ظاهر ومحافظين عليه بشكل كبير فعلى سبيل المثال من أربع سنين النتائجة الحمل كانت 38% ارتفعت إلى 52% في 2016 صارت 62% فمعنات إحنا في ارتفاع وشطارتنا في أننا نحن نحافظ على هذا الارتفاع قدر المستطاع لكل فئات العمرية جميل اليوم يعني كانت استاذة هنا مصرة في مسألة أننا نتكلم شوي عن علم الأجنة أنتوا دايما تنخشون في المختبرات ما تطلعون في الإعلام قالت لا أنا أريد طلعهم فاستاذة شادن صالح بالدارة خصائي علم الأجنة أول شيء مبسوطين أنت موجودة معنا أتمنى تقربين من المايك عشان أسمعت بشكل واضح وخبريني يعني شو علم الأجنة هذا أوكي هلأ نحنا تتعاملون مع الينانوة ولا شو نحن فعليا في المختبر نتعامل مع خلينا نسميها خلايا الخلايا اللي بتأسس أو اللي بتبدي بتكوين الأجنة أو البيبي فاللي بصير إنه تعاملنا بكون مع عينة الزوج وعينة الزوجة وطرق الإخصاب اللي منتبعها عنا في مختبر مركز دبي للإخصاب هي أحدث التقنيات الموجودة عالميا الأجهزة اللي موجودة عنا كمان هي أحدث الأجهزة الموجودة عالميا الطاقم اللي موجود فريق العمل في مختبرنا فريق متخصص من أعلى المستويات بنشتغل الطرق التخصيب اللي منتبعها بتعتمد على الحالة لكل مريضة أو لكل زوجين خلينا نسميهم إحنا ما منعالج المريضة لحالة مناخدهم كزوجين متعالجوا حسب حاجتهم إلهم يعني مش كل حدا بتعامل مثل بعضهم مش كل الناس مثل بعضهم كل زوجين إلهم حالة خاصة وطريقتنا بعلاجها بتكون مختلفة طبعا دكتور محمد رح يحكي كيف بتبدأ الأمور من عندهم لأنه إحنا الطبيب بيبدأ مع المريضة لحد ما يوصلوا عندنا على المختبر ونستلم عينة الزوجة عينة الزوجة زيل خلينا نعرف كيف يبتدون تفضل دكتور محمد بسم الله الرحمن الرحيم هو بحضور أي اتنين للمركز أي زوج وزوجها للمركز بيتم الأول أنه الدكتور بيراجحهم من ناحية الطبية وبيشوف إيه أسباب تأخر الحمل عند الزوجين دول وبناء عليه بيحط خطة علاج خطة العلاج دي بتبقى مبنية على ما هي فرص الحمل الطبائية مثلا نقول في المستقبل القريب لمدة سنة مثلا عند المرض دول وإيه فرص الحمل الموجودة مع التقنيات المختلفة وبالتالي هو بينصح المرضى مثلا أن أنت المفهوض التعملي ده أنت وزوجك بحيث أن هننزود الفرص في الحمل الطبيعي وفي نفس الوقت ممكن نختار العلاج الفلاني لو اخترنا التقنيات اللي هي الإخصاب المساعدة لبعض الناس ما بيباش فيه غير هذه التقنية هي اللي ممكن تحقق فرص إنجاب بيبتدي الطبيب بيعمل حاجة اسمع تنشيط للمبيض بتاع المرأة وبعد كده لما بتبقى البويدات بتاعتها جاهزة للجمع بتعمل عملية بسيطة من تحت البنج عام وبتسحب هذه البويدات إلى المعمل وفي نفس الوقت الزوج بيدي المنية بتاعه إما عن طريق أنه بيدي بالعملية العادية في الأوضة أو كده أو بنتطر بعد لحد نعمل عملات جراحية في النهاية المعمل بتاعنا بيوصل له الحيوان المنوي والبويدة ودعما بقول دايما المعمل بتاعنا عنده مرضى بس صغيرين أوي حسسين جدا وفعلا المعمل عندنا ما شاء الله يعني من ضمن أفضل المعمل أنا اشتعلت فيها بصراحة أنا اشتعلت في انجلترا وفي فرنسا وفي استراليا والمعمل بتاعنا من مستوى عالمي بصراحة يعني ما شاء الله الحمد لله الحمد لله على الاعتماد الأخير اللي خدته طبعا من الأهداف الرئيسية اللي هي تتماشى مع استراتيجية حكومة دبي وهيئة الصحة سعى المركز إلى أنه يوضع خطة شاملة للحصول على الاعتماد دولي وتمكننا في شهر ثلاثة 2016 من الحصول على هذا الاعتماد طبعا هذا الاعتماد مش مجرد أنك تحصل على شهادة أنت تشتغل شغل كبير في أنك تراجع سياسات وإجراءات العمل في المختبر من أول ما تستلم العينة إلى ما تطلع للطبيب عشان يسوي عملية ترجاع الأجنة وإضافة إلى الخدمات الثانية مثل حفظ العينات وما شابه فبالتالي رفعوا إجراءات العمل اللي هي تمكنهم برفع مستويات نتائج الحمل من 19 إجراء وصلوا إلى 76 إجراء فبالتالي هذا يعني شغل كان دقوب على مدى سنة مو بيطلب بس أنك تيديو البوليسي هاي البروسيجر لا أنك هاو تو براكتس هاو تو امبلمينت هاو تو مونيتر فهذا كله كان يعني هو عادة في إضافة كبيرة يعني في علوم الإدارة شو يقولون يقولون كل ما تخفض الإجراءات كل ما يكون أفضل أنت هنا تقوليني رفعتوا من 19 لأنهم يتعاملون مثل ما قلنا عملية التدقيق هاي هم يتعاملون على صغير بضضر فهذا اللي رفع نسب نجاة إحنا قبل كان هدفنا العدد يعني الحين هذا نظم العمل عندنا ممهم يكون عندنا عدد كبير النوعية المهم النوعية فبالتالي النوعية ترتفع من نسبة 52 إلى 62 هذا إنجاز يعني كبير فبالتالي نسب الحمل تكبر إنجاب بيكون أكثر وعدد الموليد بيكون أكثر فهذا اللي نسعى له قبل الفاصل أنا في واحد يقردني هنا يقول لي السلام عليكم يا أحلى محمود زين إذا أمكن تسأل الدكتور المركز مفتوح لجميع الجنسيات ها هنة بفضل الله عز وجل المركز من ساعة إنشاؤه مفتوح لجميع الجنسيات تبالي إخنا عندنا في بعض الناس بتسافر من أوروبا وبتسافر من أفريقيا وعندي بعض الناس بيسلسة فكريني من أستراليا بيسافروا ويرقاولنا من هنا وبرضا بيتمم لهم بالعلاق يعني مفتوح لكل الناس إذا تحتاجون الإحصائيات موجودة مناخذها بعد الفاصل ما للأجانب زين مناخذها بعد الفاصل فاصل مستمعين ومنواصل أرقام التواصل ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة وموجودين على دي اتشي أندرسكور دبي ونور دبي في الانستجرام فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام حيكم الله معانا مستمرين في برنامجنا صحة وسعادة هذا البرنامج اللي تقدم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام معبر إذاعتكم المميزة دائما اليوم عيد ميلاد إذاعتنا يعني 11 سنة إذاعة نور دبي طبعا صادف سبحان الله أن الاحتفال بيكون في برنامج كفاح الكعبي فما أدري أقول الله يعينكم ولا استمتعوا بهذا الاحتفال لأنه ما شاء الله كفاح صوته عالي وغايد فبيوصل ما أدري وين عموما مستمرين كذلك على الحديث عن مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب وهذه الطفرات المتلاحقة في هذا المركز معنا في الاستوديو الأستاذ هنا الطحوار مدير مركز دبي للأمراض النسائية والإخصاب وأيضا كذلك يعني سحبوها يحليلها من المختبر شادن بدال أخصائية علم أجنة وأيضا معنا الدكتور محمد القليوبي عفوا الدكتور استشاري أمراض النسائية وولادة وإخصاب في المركز طيب قلنا ما نتكلم عن بعض الأرقام والإحصائيات وبعدين ما ندخل في المجالات الطبية البحثة في هذا الموضوع وأيضا أنا ناوي أخصص كذلك حلقة متخصصة للحديث عن علم الأجنة والإخصاب حلقة يعني تكون بس عن هذا الموضوع ما يكون عندنا شيء ثاني لكن اليوم نحن نريد أن نروج للمركز نريد أن نتكلم عن الخدمات التي تقدمونا في هذا المركز اسفضل إختيهنا نعم موجب الإحصائيات تقريبا فوق الـ 21.672 حالة تسجلوا في مركز بين الأخصاب طبعا هذي لا يتوزعون على عدة دول وجنسيات منها 50% دولة الإمارات اللي هي 9829 زوج بنسبة 17% الدول العربية اللي هي العدد 3315 تقريبا عدنا نسبة 6% من دول مجلس التعاون عدنا نسبة 15% من دول آسيا والهند اللي هم حوالي 2894 عميل بالنسبة لأوروبا عدنا نسبة 8% مسجلين لدينا بما يعادل 1559 زائر كبلز يعني كزوجين ومن أمريكا بنسبة 2% تقريبا 380 ومن أفريقيا 407 ومن أستراليا ونيوزيلندا 1% بما يعادل 229 هذا اللي هم يكولى الـ 21600 اللي هم سجلوا عندنا ما شاء الله عليكم يقول السلام عليكم ونجورين على هذا البرنامج المفيد والدتي تعاني ألم في الرأس وخصوصا أسفل الرأس من الخلفة في دونا أبو محمد أبو محمد يعني أول شيء هذا مو موضوع حلقتنا اليوم ولكن اللي طرشت لنا إياها بعد مو بتشخيص يعني كبير أنا أنصح كان إذا الألم استمر وده أقرب مركز صحيخة للدكتور يشوفها نزيل فيزاك الله خير ما هي التكلفة التقديرية للإخصاب الداخلي والخارجي عبد الله يسأل تكلفة الأخصاب تتقسم إلى عملية وأدوية وخدق وفحوصات مخبرية فأقول تقريبا 35 ألف إذا عملية الأخصاب له أطفال أنا بيب 14 ألف أو 18 ألف عملية التلقيح المجهري ضيف عليها ما يتراوح ما بين 5000 إلى 10 ألف قيمة الأدوية وتختلف ما بين حسب حاجة المرضى إضافة إلى التحالي المخبرية أظن إسعارنا أقل على السوق نعم إحنا سوينا دراسة من ثلاثة سنين وسوينا بنشماركينج طلعنا أصلا ما زدنا أسعارنا على مدى العشرين سنة كعمليات ما زدناها أطفال أنا بيبول تلقيح المجهري مثل ما هي وأضفنا عليها كنوع من المساعدة لخفض النسبة بما يعادل 25% الحزم المالي هذا التقديم القدمة بطريقة الحزم بحيث أنها تشمل بعض الزيارات المجانية للاستشارة الطبية والتصوير بالموجات فوق الصوتية اللي هو يعادل 400 درهم على كل زيارة طيب عنا المستمعة رؤى أحمد تسأل شو آخر ما توصلتوا ليه بمجال الأجنة أوكي هلأ نحن عنا في مركز دبي للإخصاب في مختبرنا تقنيات الحديثة حاليا عم نعمل طبعا غير الأشياء اللي موجودة أوردي موجودة من أول ما بدأ مركزنا اللي هو التلقيح الحقن المجهري والإخصاب خارج الجسم والآي وآي موجود عنا خدمة البي جي دي أو اللي هي تشخيص الوراثي للأجنة قبل ترجيعها على الرحم بحيث أنه ممكن أنه نشوف إذا فيه بالأجنة أمراض وراثية أو في حتى منقدر نعرف جنس الجنين اللي موجود عنا سواء كانت أمراض وراثية في العائلة أو منسميها اختلالات في الكروموسومات هذا الشيء منقدر نفحص الأجنة قبل ما يتم ترجيعها على الرحم وبالنسبة لنا عنا الأجهزة اللي موجودة عنا كلياتها آخر شي توصل له وموجود في الفيلد خليني أسميه عالميا موجود عنا في مركز دبي للإخصاب طيب دكتور يعني واحد من أهم الأسئلة اللي تدور متى يحدث الحمل وما هي أنسب الأوقات للحمل أو الإخصاب وأيضا فيه أمور تعزز الإخصاب عند المرأة أو الرجل بسم الله الرحمن الرحيم هو البداية الأول إيه الحاجات اللي ممكن تزود فرص الزوكين في زيادة فرص الحمل والحقيقة دي لها عوامل بيئية والمفروض يعني عوامل بنعيشها كلنا المفروض إن كلنا ياخد بالنا منها فمثلا وزن الرجل أو المرأة كلما زاد وزن الرجل أو المرأة وبقوا مفرطين في السمنة كلما قلت احتمالات الحمل الحاجات التانية مثلا نوع الأكل اللي باكل مش باكل ايه نوع الأكل يعني أنا ممكن مثلا أبا حياتي كلها عايشة على الأكل زي الحاجات اللي هي الفاست فود والجنك فود والحاجات دي الحاجات دي كلها ممكن لها دلوقتي فيه دراسات حديثة بتأكد بملايد على المجال يقولون الماكولات البحرية البحرية إنه ممكن إنه يستعمل في هذا المجال هل هذا المعتقص سليم ولا غراب؟ الإجابة فيه فرق كبير جدا بين إنتاج البوايضات والحاولات المنوية وبين العلاقة بين الزجين ده حاجة تانية خالص يعني ممكن يعني ما باش مثلا فيه علاقة بين الزجين لكن المنية كويس أو ممكن العكس يعني فمسلا بهذه سورة على كلمة المأكلات البحرية مأكلات البحرية مما لا شك فيه إنها حاجة جيدة جدا لكن للأسف العالم دلوقتي بينتج مأكلات براحية من المزارع والمزارع السماكية والمزارع دي كلها للأسف درجة التلوز فيها أعلى درجة التلوز فيها أعلى وبالتالي أنا باخد فعلا منتجات بحرية ممكن تقلل فرص الحملة مش تزودها وممكن أن تأثر على الجنين بشكله بآخر ممكن تزود إجادات وأنا كنت في استراليا كان فيها عندنا مريضة بتحب السمك قوي كان بتاكله كل يوم واتسقطت سبع مرات وما كناش عارفين ليه بصراحة عاجل بعترفة أني تأكل السمك من أكل السمك اللي هو بزي ما قلت مزارع مزارع بس كان بتاكل كل يوم سمك بصراحة بالنسبة لعلم الجنة أنا أتكلم على مسألة شوية يمكن سماعتها خلينا تأكد منها الآن أنتو تختارون حتى ممكن تطلعون ثنين توم تختارون توم يكونون ولد وبنت ولا بنتين يعني هل هذا الكلام سليم أن أنتو واصلين هذه المرحلة وهل يعني هذه الشغلة شرع بسيط عن كيف يتم الاختيار نحن اللي فيه زي سوق فهم بسيط عند الناس بشكل عام اللي بنسويه نحن أنه عدد الأجنة اللي بنرجعها على الرحم ممكن نحن نرجع جنينين أو ثلاثة جنة مثلا حسب طبعا بالتزام بقانون دولة الإمارات وحسب المريضة وحالتها الصحية والطبية ففرضا لو رجعنا إحنا جنينين على الرحم ممكن أنها المريضة تحمل بالجنينين هدول فبالتالي بتكون عنا توأم غير متطابق أحيانا بتصير أننا نرجع جنينين وتيجي المريضة حامل بتلاتة مثلا هذا بيكون السبب أنه واحد من الجنينين انقسم بداخل الرحم وأعطانا توأم متطابق فصار عنا ثلاثة أجنين زرعوا ببطانة الرحم هلأ هذه نسبتها قليلة جدا بالنسبة لكيف بنعرف جنس الجنين هو زي ما أنا خبرت قبل شوي بالنسبة للفحص الوراثي اللي بنعمله قبل الترجيع بنقدر نعرف جنس الأجنين اللي موجودة عنا قبل ما ما يتم إرجعها على الرحم فمنعرف مثلا أنه عنا الأجنين هدول التينين اللي بنعملهم الترجيع اليوم هم ذكور أو إناث أو مثلا رجعنا واحد ذكر واحد أنثى وكانت المريضة أمورها كويسة وحملت ووجدت حامل بولد عملاء بهالشي قبل الإرجع طبعا قبل عملية الترجيع المريضة بتكون نسألها إذا أنت بتحب تعرف جنس الجنين قبل ما رجع لك يا ولا لا فطبعا في عنا التزام بقانون دولة الإمارات وهون بدي أحب أحكي وأنوه إنه في منطقتنا في منطقة الشرق الأوسط دولة الإمارات تعتبر رائدة بالنسبة لقوانين الإخصاب من الدول الوحيدة اللي محددة وعندها أمور واضحة بالنسبة لمن هم المرضى اللي مسموح لهم إنهم يعملوا تحديد الجنس أو لا يعني الموضوع مش إنه أي حدا بيجي وبختار بدنا نلتزم هون بالقانون طيب في عنا ما شاء الله واحد من المستمعين دايما عنده محاضرة في هذا الوقت فيطلع من المحاضرة بس عشان يلحق على آخر عشر دقائق فيقول يعني حياك الله يا من المتابعين من سعاد سعاد أو سعود ما أدري يعني أبغي يعرف أنت ريال ولا لبنية لي حينما عرفت زين كان نمر يعلق يقول أنتم ما عندكم عروض مثل عروض شركات الاتصالات وشذا قلت له نحن عندنا أعتقد للمواطنين في عندنا مبادرة نعم سميناها مبادرة أمل نعم هاي مكرمة سيدي الشيخ محمد بن راشد خلينا نتكلم عنها طبعا هاي المبادرة تم إطلاقها بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الله يطوله بعمره وساهمت في تكوين العديد من الأسر ونتج عنها إنجاب تقريبا لأن الحين 96 طفل إن ولدوا من منذ إطلاقها في آخر 2013 أكيد في نسبة أكبر بس بعدنا ما تواصلنا معهم عشان نعرف إذا هم ولدوا ولا لا فممكن المتوقع يكونون أكثر من 100 وشي نحن نبغي نعرف رقم 100 لأن العيدة الكرة دائما يحتفلون بالجوم رقم 100 هذا بيكون إن شاء الله من المفاجآت اللي ممكن نسويها في الفترة القادمة إن شاء الله بالنسبة للمبادرة هي عبارة عن تحمل تكاليف العلاج لعدد ثلاث محاولات للزوجين اللي ما عندهم أبناء وفيها شروط تطلب وجود الوثائق رسمية وبناء عليها يتم التسجيل ويكون مر على زواج أكثر من سنة قبل سنة يعطونهم فرصة أنهم ممكن يحملون بشكل طبيعي فبالتالي تقريبا 529 حالي مسجلين حاليا اللي يبتدوا وحصلوا على العلاج وولدوا 96 جميل أنا في عندي شوية أسهلاتي من المتابعين أو مين اللي ما تنصحوا يعمل الحقن المجهري دكتور بالنسبة للحقن المجهري هو بيلقى إليه في حالة أن يكون في مشكلة في مني الزوج أو في حالة أنه حصل أن احنا حاولنا نعمل تلقيح يعني يعني تلقيح عادي جدا وثبت أن الحاملات المملكية بتاعت الزوج بتفشل في تلقيح البوضع بتاعت زوجته فيما عدا ذلك فما فيش سبب أبدا أن احنا لازم نعمل الحقن المجهري بسرعة وإحنا عندنا في المعمل حد ومعانا في المركز الآن مش لازم كل العين يعملوا حقن المجهري ممكن يعملوا أطفال أنميبة عادية مش لازم حقن المجهري يعني طيب هذا يقول عمل ترجيع أجنة ثلاث مرات ولم تنجح العملية ما الأسباب؟ الحقيقة أسباب فشل أطفال متعددة الحاجة الأولينية هو أعوامل زي ما قلت بيئية في الزقرية ممكن يكون الراجل بيدخل ممكن الزقر بيدخل ممكن حاجات تانية بتاخده أدوية ممكن أمراض يعني هو عامل متابع للسور يقول يعني شو سبب عدم حجوز تلقيه للأجنة بعد سحب البويضة وتلقيهها مع الحيوان المنوي في الحقن المجهري يعني هذا هو نفس الشيخ سيسر الحقيقة عدم لي ما بيحصلش أن الصفات الوراثية بتاع الحيوان المنوي تمتزج مع الصفات الوراثية بتاعت البويضات ما قدرش أقول مية في المية أن احنا علميا وصلنا إلى ما هي الأسباب الحقيقية لحدوث هذا لكن ده ممكن بيحصل نتيجة أو يعني من ضمن التوقعات أن نتيجة طريق التوزيع حاجة اسمها كالسيوم داخل البويضة ما بيحصلش وبناء عليه الاختلاط ده ما بيحصلش توزيع الكالسيوم داخل البويضة ده بيعتمد على حاجة اسمها درجة نشاط البويضة والترتيب حاجات معينة في جدار البويضة ما ساميحنا ميتو كوندريا وإن كان عربي مش عارفت ممكن تكون إيه فدقية لو ترتبت بطريقة غلط ممكن الحيوان المنوي ما يعرفش يخش البويضة خالص أو لما يدخل البويضة ما يباشس أغل صح داني حاجة ايه تكمل على المريء المريء لابسك أحبات بس هنا أضيف هلأ نحن عم نحكي عن طريقة التخصيب الطبيعي وطريقة الحقن المجهري إذا بنحكي عن التخصيب الطبيعي اللي هو قدرة الحيوان المنوي على تخصيب البويضة بدون تدخلنا إحنا من المختبر هلأ في حالات معينة منظمة صحة العالمية بتعطينا قراءات معينة حتى نقول إنه هاي العينة عندها قدرة على التخصيب ولا لأ فإذا طلعنا على هاي الأرقام ومنعمل نحن عنا في مركز دبيل الإخصاب فحص إضافي حتى نشوف هل مثلا ممكن يكون سبب مناعي معين يمنع الحيوان المنوي من إنه يقوم بعملية التخصيب إذا كانت العينة سلبية لهذا الموضوع ممكن إننا نلجأ للتلقيح الطبيعي إذا العينة عينت الزوج تحت معايير معينة طبعا الأزواج مثلا اللي عندهم حمل طبيعي عم بيصير عندهم قد يعني عندنا إثبات على قدرة العين على التخصيب ما في داعي نلجأ للحقن المجهري هون لأنه واضح إنه ما في سبب هون يخلينا إحنا نتدخل في المختبر إحنا منتدخل في المختبر مثل ما قال الدكتور محمل لما بتكون عينة الزوج بتكون أقل من الطبيعي أو خلينا نسميه على الحدود الطبيعي حتى ما ناخد مجازفات فبيتم حقن الحيوان المنوي بداخل البويضة بواسطة الإبرة تحت المجهر مشان هيك إحنا بنسميه حقن مجهري هلا لما بعد ما نعمل عملية الحقن ليش ممكن يصير تلقيح وليش مش ممكن يصير تلقيح عملية التلقيح بتصير لما بيصير شي بنسميه تحفيز للعمليات الفيسيولوجية اللي موجودة داخل البويضة نفسها بمساعدة العضيات اللي موجودة فيها مثل الميتوكندريا اللي قال عنها الدكتور محمد ولازم تفتح بوابات الكاسم خلينا نقول تكنيكا لكتير الأمور هون صارت فاللي بيصير إذا كان هذا الاكتيفاشن ما صار ما رح تتخصى بالبويضة وبالتالي ما رح تتكون الأجنة في هون فكرة اللي هي الشكل الخارجي للبويضة والحيوان المنوي لا يعكس المادة الوراثية لإله يعني إحنا ممكن نكون استخدمنا بويضة شكلها أوكي والحيوان المنوي أوكي وتم الحقن لكن الحيوان المنوي أو البويضة فيها مشكلة وراثية معينة فأدت لفشل عملية التلقيح أو الانقسامات أو تكوين الأجنة فبالتالي في المرحلة العلاجية الثانية حزتها الدكتور بيرشح أن يطلبوا له مثلا فحوصات إضافية تكشف عن الأمراض الوراثية نزيل لأنه عندي خمس دقائق حين أبغي بس أخلصها على السريع في بعض الأسئلة وبعدين أبغي أتكلم عن نسب نجاح هذه العمليات عند اللي صارت في 2017 نعم يقول ليش ما ياخدون تأمين السعادة أو أي تأمين يغطي؟ ليش ما يغطي التأمين؟ نعم صحيح ونحن نسعى يا لسين نحن نطلب هذه الخدمة من الإدارة المعنية بتوفير التأمين بما أن حكومة دبي معظم موظفين هيندرجون تحت مظلة التأمين صحيح وتواصلت أنا وياهم وما قصروا رحبوا بالفكرة نعم 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 نحن في مرحلة يعني إخذوا عننا الأسعار ويبينزلونها حق الشركات الشركات لازم توافق فإذا الشركات وافقت أن تغطي ولو نسبة قليلة من العلاج ليش لا؟ نحن في المرحلة الدراسة الحين السلام عليكم هل سيدة في عمر الخمسين أنت أحمل؟ آه دكتور ربنا يقدر يعمل بيدو الحقيقة كلما زادت عمر المرأة كلما زادت صعوبة الحصول على بويدة سليمة وراصيا بس ممكن بس ممكن النسب هذه موجودة في سن الخمسين فرص الحمل الطبيعية تقريبا يعني ممكن تكون تحصل في حدود واحد في كل ألف سيدة وأعتقد أنها على الوسائل اللي احنا بنعملها كلها مش هتزيد عن واحد في المية بأي حال من الأحوال هذا في نفس السؤال يقول سلام عليكم وهو نسبة الحمل لأمرأة في 47 هذه النسبة حين بتتكلم فيها مع ساذة هنا إذا الحرم حامل وصابها تسمم هل يصرف لها علاج تسمم وهل لها ضرار؟ دكتور على السريع الحقيقة تسمم الحمل تسمية مغلطة لا تفهم تسمم حملي عديم وتسمم لا الحقيقة تسمم حملي يعني أنه ارتفاع في الضغط مع وجود بعض الزلال في البول ودوة تسمية خطئة لكن له علاج بإذن الله تعالى مع الحل وأنا ما بقى هذا يتكلم يقوم في الأردن ما فيه ليش في الأردن فيه مجال وأنا ما بقدر أترك عيلتي في مجال شادن أردنية تراها وقديش؟ قديش يسري يا شادن؟ قديش؟ قديش؟ قديش إيش؟ اللي هو أنه فيه مراكز إخصاب بالأردن طبعا مراكز إخصاب بالأردن فيه كتير قديش؟ تكلفة يعني تكلفة صراحة ما فيني أحكي بس التكلفة يمكن تتراوح ما بين 3000 إلى 5000 دينار أردني جميل السلام عليكم الجنسية خليجي يعني وأكم الأكثر من 5 سنوات لكن المبلغ كبير بالنسبة له هل فيه تخفيض في السعر أو ما شابه دكتور؟ هو ما فيه تخفيض بس فيه طريقة طرق أخرى تقصيط المبلغ ممكن يساعد شوي يعني بناء على دراسة وضع العميل ممكن نقصط المبلغ على أربع شيكات زي دكتورة الحين نحن وايد كانوا يسرون عن النسب نسب إضافة إلى ما تفضلوا فيه إخواني من آخر تحديث الإحصائية والنسب من الأول لأربع لألفين وسبعتاش عندنا عملية الـ IVF التي هي أطفال أنابيب حققت نسبة عالية 71% مقارنة بالتلقيح المجهري 54% وإذا ينا على النتائج بناء على التوزيع العمري أقل من 30 سنة 69% ما بين 30 إلى 34 63% ما بين 35 إلى 37 60% ما بين 38 إلى 40 57% عندك من 41 إلى 42 75% هذا الشيء جميل يعني اللي عمرها من 41 إلى 42 حققوا 75% من نسبة العمليات اللي سويناها في آخر ثلاث شهور اللي هي 407 حالات يعني الحين يعني تفاوت هذا تحديداً حاصل علي توني قبل ما يصبح زين رئيس الفرنسي اللي ديت زين اللي تم انتخابه من يومين زوجته زوجته ما شاء الله يعني أكبر منه بعشرين سنة ورح كله رجيل عظيم من امرأة عظيم هذه امرأة أكثر من عظيمة ما شاء الله زين في عندهم مستقبل أن يبون عيال ويبون تذى دكتور زي ما قلت ما يبون عموما لحظة وصلنا لختاب حلقتنا اليوم لكن قبل لا أختم بمشي على نص دقيقة عند الكل اللي عنده رسالة يبغي يوجهها شو ما كانت هذه الرسالة زين لكن هذه دعوة نحن نوجهها للمستمعين أنهم يزورون هذا المركز اللي عنده مشكلة في عملية الإخصاب ولا مايع بعيال ولا كذا المركز هذا مركز عالمي أتمنى أن الكل يستفيد من الخدمات تفضلي هنا طبعا العميل من حقه أنه يختار ويجرب بس أهم شيء يختار نسب النجاح بناء على تقييمه للمراكز من حيث النسب يختار هاي نصيحتي يعني شادن بس حبيت أضيف على هنا النسب تكون نسب حقيقية لأنه إحنا للأسف في كتير عم بصير تلاعب بنسب وممكن المريض يكون بس عم بيتابع مثلا على الإنترنت وعم بيشوف الأمور اللي عم بيروجولها بشكل عام بس خلينا نطلع على النسب اللي هي الإحصائيات الدقيقة خليني أسميها وإذا عندي شيء أحكي إنه ما حدا يفقد الأمل دايماً الأمل موجود ومش معنى إذا حاولنا مرة وما صار حمل إنه نيقاس لا لازم نحاول طيب دكتور الحقيقة نصيحتي لإخوتي كلهم إنه هو لأنه في زيادة في معدلات العدم الإنجاب في العالم كله فأنا بمصح إيه ناس متجاوزين جداد إنه هم مثلا بعد 6 شهر 9 شهر من المحاولة وما فيش إنجاب إنهما يرجعوا حد متخصص وبأسرع وقت ممكن ويستعجلون في الزواج حتى يتمل عليك استعجلون في الزواج ما يأخرون الزواج لا تأخرون الزواج سمعوا كلام هنا وفي حد يقول لا تتزوجون لا أخذ شيء في الحياة الأسرة نعم صادقة عمو وصل لأ ختام حلقتنا اليوم على أمل نلقاكم إن شاء الله في الغد دكتور اسم المركز اسم المركز هو مركز دبي للإخصاب للأمراض النسائية والإخصاب موجود في مدينة دبي طبية حاليا وأيضا تقدرون أن تتواصلون معهم أنا بس سامحني أبغي أبغي يقول هذه الشغلة نمر أن يا جماعة الخير المركز هذا مركز حكومي يعني تخيلوا درجة الدقة ودرجة الخصوصية اللي ممكن تحصلون عليها في هذا المركز فهذه الدحوة اللي يحاب يستفيد من هذه الخدمات أن يتوجه لمدينة دبي الطبية ويسأل عن المركز في بنايتر مبنى 64 مبنى 64 الرازي حتى نلقاكم في الغد دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي